يعني من طيلة السنوات الماضية ما نبنى سوى مجمع بس ماية هذا نقدر نسميه مجمع همات مول الفقراء يقدر الفقير شوية للمتوسطين الدخل الموظف والهاي وهمات ما اكتملت الخدمات البقية يقدر الفقير يعيش بيهن؟ مجمعات ليش الفقير الموظف ما يقدر يشتري بيهن حتى اللي دخله نقدر نسميه جيد هم صعب عليه يشتري يعني الوحدة السكنية ترصد خمس مئة ألف دولار يعني نص مليون دولار يعني انتهسك اذا موظف او تشتغل بقناة اذا تجمع راتبق منها البعض ثلاثين سنة ما تقدر تجيب هم شا استغلوا دولة المستثمرين مع شديد لأسف الدولة بدأت تطيهم قاع مجانية ووفرت الدولة يعني هذا بالعكس هو تسهيل للمواطن ووفرت الدولة القروض فقام هو المستثمر موضوع عدارة لا أكثر ولا أكثر هو هذا هم سؤال مهم اذا القاع قاع الدولة والقروض من الدولة ما ادنفت قوانين تلزم المستثمر انه انت وفر وحدات سكنية مخفضة سعر حتى تستفيد من عدها الناس هي بالبداية المستثمرين باعوها بأسعار طبيعية يعني بدون ما اذكر لكن هو شنو اللي صار يأتي مثلا شخص مضارب او عنده فلوس تعرف هاي فلوس اغلبهم جاي بيهم للحرام اشترى لفد عشر شقاق خلاهم زي فهذا ما رح يخليه ما رح يسوي رح يصير طلب طلب على الشقاق طلب طلب فيظل يبيع بكيفة